اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة سنستكمل الحديث عن تقرير البنك الدولي اللي صدر في شهر كانون اول الماضي شهر 12 2022 قبل نحو اربعة الشهر واللي هو كان تحت عنوان العراق تقرير المناخ والتنمية يعني من لم يتابع الحلقات السابقة الحلقتين السابقة عليها ان يعود اليها وموجودة في اليوتيوب وموجودة في كل مكان وعلى موقع القناة مواقع التواصل الاجتماعي للقناة سيجد الحلقات وسيراجع النقاط التي تحدثنا بيها لان اختصارا للوقت لا نريد ان نعيد ما تحدثنا عنه سابقا اقول ان النقطة الاخرى التي يتحدث عنها التقرير والتي تكشف التضييل والكذب في من يدعون ان العراق يعني هذه الحكومات التي جاءت للعراق منذ عام 2003 قد حققت انجازها للعراق او حققت اي انجاز للعراق عموما اتحدث التقرير عن الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق يقول يحرق العراق سنويا اثنين ونصف مليار دولار من الغاز ويحرق يوميا واحد فارز سبعة مليار متر مكعب يعني مليار وسبعمائة مليون متر مكعب من الغاز يوميا يحرق في حين يستورد التقرير يقول في حين يستورد مليار متر مكعب يوميا من ايران لا احد يتحدث عن انجازات وهذه الكارثة الكبيرة محطات الكهرباء هم يعرفون انه ما عندنا غاز ونستورد الغاز يجب انه محطات غازية واستخدموها لتوليد الكهرباء وحتى تشتغل هذه المحطة يجب ان نستورد الغاز والغاز احنا ما عندنا تحتاج الى غاز احنا ما عندنا غاز في يجب ان نستورد الغاز من ايران وايران حتى تستفاد حتى تشغل وشوكت ما زعلت ايران توقف القاوة وينقطع تنقطع الكهرباء عن الناس هذا واقع الحال وهذه طبعا صار عشرين سناير هالكارثة البنك الدولي ايضا طبعا يتحدث للبنك الدولي يقول انه احنا في عام 2018 كتبنا تقرير وتوصيات الى الحكومات بالعراق لانهاء حرق الغاز وشون ممكن ان يتخلصوا من هذه القضية وشون يستفيدون من الغاز لكن لا احد يهتم لهذه القضية يقول البنك الدولي في نقطة يقول البنك الدولي من احنا العراق يعني قرض بقيمة 360 مليون دولار عام 2021 ايضا هو يتحدث عن الغاز نفس الشي لغرض تحويل هذه الغازات المنبعثة هذه الى الى بترول وبلاستيك وأسمدة وأدوية واستفادوا من عندها لكن العراق والاضافة الى هدره الغاز المصاحب استورد منتجات نفطية وبلاستيك وأسمدة وأدوية بمقدار ستة مليار دولار عام 2019 يقولون بال2018 احنا انطينات 360 مليون دولار هاي انطوية عام 2021 2018 هم قرروا كيف يمكن للعراق ان يتخلص من هذه الكارثة ويستفيد من الغاز المنبعث وطوهم توصيات وبالالفين وواحد وعشرين انطوهم قرض بمبلغ 360 مليون دولار حتى يحولون هذه الغازات الى بترول وبلاستيك وأسمدة وأدوية لكن بنفس الوقت يكونون بالعام 2017 العراق استورد أسمدة وأدوية وبلاستيك وأغلبها من إيران طبعا بمقدار ستة مليار إلا تكون كلها من إيران بمقدار ستة مليار دولار هاي واحدة من الكوارث بالنقطة الأخرى التاسعة يتحدث عن انهيار عائدات النفط هو البنق الدولي يعني يؤكد على حقيقة أنه النفط سلعة غير قابلة للثبات بأسعارها ممكن ترتفع أسعارها وممكن أن تنقفض والقضيتين متساوية في حضوظهم وموجودة وتحصل في أي وقت فيقول أن سياد انهيار عائدات النفط إلى عدم تمكن العراق في الاستثمارات في محاولة تأمين أدنى درجات التنمية وتنقية الجو وتنقية الكاربون المنبعث بالجو وتعويض النقص في الكهرباء إذا ما عائدات النفط وقد لا يستطيع ويؤكد ويرجع يقول التقرير مو قد لا يستطيع بالتأكيد لن يستطيع أن يفي حتى بالتزامات المالية إلى الموظفين اللي عنده نقطة العاشرة تحدث عن زيادة الهجرة في المناطق الريف من المناطق الريفية إلى المدن يقول هذه ستضغط على المدن هي المدن أساسا بلا خدمات بلا بنى تحتية كارثة كبيرة البنى التحتية كلها منهارة بسبب الجفاف بسبب إهمال الزراعة بسبب إهمال الاعتناء بالبيئة والمناخ والتربة سيؤدي هذا إلى هجرة الريف كله والناس إلى المدن بحثا عن العمل وهذه سيؤدي إلى كارثة كبيرة وبدأت هذه تحدث التقرير أنه بدأت هذه الهجرة تصل إلى المدن والمدن الآن أعدادها كبيرة يتحدث في نقطة أخرى يتحدث أن الخلل قادم في عائدات النفط والطلب على صادرات النفط العراقي لأسباب عديدة سيؤدي إلى انهيار القطاع له هذا ما تحدث عنه في البداية القطاع العام يوظف نحو ستة ملايين مواطن عراقي هؤلاء يعتبروهم أصوات لهم بالانتخابات أو يؤمنوهم في حالة وجود اعتراضات ضدهم وقد استطاعوا أن يستخدموهم أو يمنعوهم عن المشاركة في ثورة تشرين عام 2017 بتحذيرهم وتهديدهم من المشاركة والذهاب إلى ساحات الاعتصام ساحات التظاهر والوقوف مع المتظاهرين والثوار في عام 2017 فانخفاض سعر النفط في العراق سيؤدي إلى انهيار القطاع العام وهذا سيحرم ملايين من العراقيين من مصدر رزق أسرهم وإلغاء وصول الأسر إلى أنظمة الحماية الاجتماعية وهذا سيؤدي إلى كارثة كبيرة ومتوقعة جدا جدا الخلاصة في التقرير في نهاية هذه الحلقة الحقيقة التقرير يتحدث عن خلاصة يقول أولا العراق دولة ذات يعني حيز مالي ضيق قدرات محدودة فجوات تنموية عديدة العراق فيه انهيارات واضحة وتزداد تدهورا في كل البنى التحتية هذه النقطة الأساسية والمهمة اللي استندت على كل النقاط اللي يتحدث عنها التقرير يتحدث عن الاقتصاد العراقي والمال العراقي كيف يتصرفون بيقول الاقتصاد العراقي غير عادل غير مرن سياسات العمل خاطئة لا حماية السوق العمل لا تنمية في العراق لا وجودة لفعالية القطاع العام ولا وجود تأثير للقطاع الخاص وفعالية القطاع الخاص في الحياة العراقية سياسات الاستثمار غير واضحة وغير منتجة الفساد ينخر كل شيء الوضع السياسي في الأخير يتحدث يقول الوضع السياسي رديء ومتهالك ولا وجود لتخطيط وطني هذه الخلاصة التي وصل إليها تقرير البنك الدولي فهل بعد هذا الحديث بعد تقرير حديث البنك الدولي وتقريره هل من حديث عن إنجازات وعن تريات فارغة وكذب وتضييل ومحاولة التفاف على الواقع لا أعتقد أنه يمكن لإنسان عراقي أن يقبل أي كذبة جديدة وهذا البنك الدولي على الأقل هو شريككم شريك في تأسيس هذه الحكومة ويحرص عليها ويتحدث بهذه الطريقة وانظروا لكم وتتخيلوا ما هو الواقع السيء الذي وصل إليه العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة